بحث وزير النغل دكتور عبد السلام حميد على هامج اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بمدينة لندن مع نظيره وزير النغل السعودي المهندس صالح الجاسر بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وهنأ وزير النغل باختيار سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان رئيسا للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية للعامين القادمين مثمنا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والتي شملت مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية الإنسانية كما ثمن الوزير حميد أوجه الدعم والاهتمام بقطاع النغل في اليمن عبر البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن متطرقا إلى احتياجات الموانئ في المناطق المحررة لزيادة جذب السفن التجارية وبدوره أكد وزير النغل السعودي على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة ومثمنا وقوف اليمن أثناء ترشيح المملكة لرئاسة المنظمة البحرية الدولية معاكدا استعداده تقديم أوجه الدعم اللازم للوزارة حضر اللقاء نائب وزير النغل السعودي دكتور رميح الرميح وسكرتير أول السفارة اليمنية في لندن بدر الدهبلي ترجمة نانسي قنقر